لحدث أنا أراه مهم ولازم كلنا نشوفه مهم وكبير لأنه ليه رد فعل على أكتر من مستوى المتحدث باسم الرئاسة الروسية المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أنه يجري الإعداد لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في فاعلية متعلقة بصب خرصانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية واللي بتشيدها روسيا مع مصر داخل الأراضي المصرية احنا معانا على التليفون دكتور عمر الديب الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوبا تشافعيسكي ومدير مركز رياليست الروسي أهلا بك دكتور عمر أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مدى أهمية هذا المفاعل أو مجموعة المفاعلات تحديدا اللي بتقوم روسيا بتنفذها على الأراضي المصرية بمشاركة من الدولتين وتصب في أكتر من جهة يمكن زي ما أنا كنت بقول بالطبع يعني حتى لو بصينا لصفة الإعلام عن إمكانية مشاركة الرئيس جيدمير بوتين وعلى فكرة أستاذ روسيا حتكون بشكل شيء مؤثر حتكون أونلاين أو عن طريق تقنية الفيديو فيشارك الرئيس بوتين في هذا الاحتفال المهم والذي يعني تنظر إليه روسيا بشكل بالغ الأهمية هذه أول محطة الطاقة النووية في القرى الأفريقية ككل بكل بدون أي مبالغة بدون أي مبالغة يجب علينا أن نحن نقارن بين أهمية المحطة الطاقة النووية وبين أهمية الفيديو العالم والمشروعين شرقوا فيه أو شرقوا فيه موسكو زمان كان الاتحاد السبيتي ودلوقتي دولة الاتحاد الروسي والهدف من المشروعين طبعا توليد القهربة وإحداث اكتفاء ذاتي في مسألة توليد القهربة وتوليد الطاقة داخل مصر واختيار روسيا لمصر كدولة لكي تدشن أول مفاعل نوو لها في القرى الأفريقية ككل أمر صغات لهمية وإذا مضرنا لصيغة الكلمة الحديثة أو الإعلام بتاعة جميل بيسكوف أن مصر هي أهم شريك لروسيا في الوقت الحالي وأنا بحاجة جدا 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 أحط كذا خط على الكلمة ديات الدولة وهي بالفعل كلمة أيضا بدون مبالغة مصر هي أهم شريك لروسيا في المنطقة ككل مصر هي التي فتحت طريق العلاقات الروسية العربية التي نرى هذه الوقت منذ عام 2013 منذ أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وزيارته لروسيا مرتين ونفس الأمر في تقوية العلاقات الروسية منذ عام 2013 والتي فتحت الباب على مصر عاي لتحويل الوضع الجيوسياسي في المنطقة ككل وتقوية العلاقات الروسية مع دولة زي الأمارات مع دولة زي المملكة العربية السعوبية مع العديد من دول المنطقة وكانت الدولة الأولى في المنطقة هي جمهورية مصر العربية عام 2013 استمرارا لهذه العلاقات وتطوير هذه العلاقات رأينا المحطة التي تمثل نقطة غير طبعية في قطاع الطاقة المصري أو المحطة الطاقة النووية في القرى الأسرقية على أرض مصرية تعاون استراتيجي سينفدل سنوات عديدة لأن بسألة بناء هذه المحطة واستمرار عملها واستمرار العمل ديها يعني أن مصر وروسيا سيكونان شركان استراتيجيان لفترة طويلة جدا من الزمن فقط في هذا المشروع